اهلا بكم قالت هيئة علماء المسلمين في العراق ان الجرائم المروعة في محافظة ديالة تأتي في سياق معاقبة اهالي المحافظة بسبب موقفهم الرافض لسيطرة الميليشيات على المحافظة ورفضهم المشاركة في الانتخابات ومحاولة لخلط الاوراق واثارة الفتن الطائفية واشاعة الفوضى لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وحزبية على حساب ازهاق ارواح العراقيين واراقة دمائهم وهي تعيد الى الاذهان جرائم الميليشيات في العام 2014 وما بعدها فضلا عن الاستمرار في مخطط تغيير التركيب السكانية في المحافظة واضافت الهيئة ان هذه الجرائم تأتي في سياق الانفلات الامن والممارسات الارهابية التي تطال مناطق محافظة ديالة بين الحين والاخر وكانت مجموعة المسلحة قد هاجمت قرية الهواشة في قضاء المقدادية وقتلت عددا من ابنائها وتبع ذلك قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة قريتي نهر الامام والعامرية في المنطقة نفسها بعد محاصرتهما وتنفيذ اعدامات ميدانية للمدنيين ورغم مناشدة السكان المدنيين للقوات الحكومية لنجدتهم الا ان هذه القوات لم تستجب لهم وتركت مرتكبي الاعتداءات يكملون جرائمهم الجرائم الاخيرة في محافظة ديالة ومعاقبة اهالي المحافظة على خلفية رفضهم المشاركة في الانتخابات الاخيرة ورفضهم هيمنة الميليشيات على ديالة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الاسئلة التالية هل ثم تمغزى في توقيت تفجير الوضع الامني والطائف في محافظة ديالة وتصاعد الخطاب الطائفي التحريضي؟ وما علاقة ما جرى في ديالة من هجمات ارهابية واخرى انتقامية ضد المدنيين بنتائج الانتخابات الاخيرة والخسارة المدوية لتحالف الميليشيات؟ وهل فعلا ان ما جرى في ديالة من هجمات ارهابية هو عقاب لقسم من سكانها على خلفية خسارة تحالف الميليشيات في الانتخابات الاخيرة؟ وهل سيتكرر هذا النوع من الارهاب والارهاب الحكومي في المستقبل لا سيما مع تصاعد السراع بين القوى الطائفية وميليشياتها على خلفية نتائج الانتخابات الاخيرة؟ وما علاقة ما جرى في المقدادية من جرائم ضد المدنيين بمخطط تهجير السكان بدوافع طائفية والقائم والمستمر منذ العام 2003 ضيف الطاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي ايمان العاني تعود العراقيون بعد كل انتخابات ونتيجة اي خلاف سياسي ان يدفعوا من دمائهم فاتورة الصراع السياسي وما هجمات الميليشيات في قرى المقدادية الى جزء من نتاج الفشل الحكومي وتسلط الميليشيات على المشهد وفرض وجودها بقوة السلاح محافظة ديال التي شهدت كغيرها من محافظات العراق مقاطعة الانتخابات واظهرت معارضتها لتحالف الكتل الميليشيوية تشهد هذه الفترة عمليات امنية واسعة تتبع سلوب الارض المحروقة وكأن ذلك عقاب للسكان لموقفهم الرافض لاحزاب الميليشيات وكالعادة تستحضر داعش وتصبح الذريعة الابرز لاي عملية امنية لها مخططات بعيدة المدى تصب في صالح مشروع التمدد الايراني ولان محافظة ديالة ذات موقع استراتيجي ولها خصوصية ديمقرافية كانت الهدف الحالي في مشروع التغيير الديمقرافي الذي شهدته مناطق حزام بغداد عبر السنوات الماضية مجزرة قرية نهر الامام وشهادات المدنيين تثبت ان القضية لا تتعلق بعملية امنية ضد داعش وانما هي في الدرجة الاولى مخطط لتهجير السكان وحرق البساتين وتدمير الخاصرة الزراعية للعراق عمليات ديالة لها سببان قريب وبعيد اما القريب فيتمحور حول خلط الاوراق السياسية بعد الانتخابات والبعيد يتمثل بالمخطط الايراني في افراغ المناطق الحساسة من السكان وتحويلها الى بؤر ميليشيوية استنساخا لسيناريو جرف الصخر وبكل الاحوال يدفع الشعب العراقي فاتورة انهيار الدولة وغياب القانون وهيمنة الميليشيات على البلاد وطالما ان الواقع الحالي مستمر فان قطار التغيير الديمغرافي ماض في طريقه دون توقف اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحثوا في الارهابي والجرائم الاخيرة في محافظة اديالة ومحاولة معاقبة السكان هناك على خلفية رفضهم لهيمنة الميليشيات على المحافظة ورفض المشاركة في الانتخابات الاخيرة وخسارة تحالف الميليشيات ضيف الطاولة لهذه الليلة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا عبر سكايب ايضا الاكاديمي الباحث السياسي الدكتور قحطاء الخفاجي ومعنا مسؤول قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب من العاصمة الاردنية الدكتور ايمن العاني مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله اهلا الدكتور اهلا وسهلا بالضيوف جميعا الدكتور ما جرى في ديالة من ارهاب تقليدي وارهاب حكومي اذا صح التوصيف هل يحمل ثمة مغزى في هذا التوقيت تفجير الوضع في محافرة ديالة امنيا وطائفيا وخاصة اعقب بتصعيد نبرة الخطاب الطائفي التحريضي ضد عدد من سكان المحافظة بسم الله الرحمن الرحيم بداية استاذ ماجد وحييك وحيي ضيوفك الكرام اهلا دكتور الحقيقة ما يجري اليوم في المقدادية في ديالة عموما ليس جديدا نعم يعني ربما علينا ان نقول وهذا التاريخي وتثبيت الواقع حصل منذ عام 2003 لحد الان مناطق كثيرة العراق كلها شهد تغييرات شهد ضغوطات شهد انتشار لميليشيات شهد انتشار للفوضى لكن ربما محافظة ديالة محافظة الحدودية التي تقع على حدود معايران قد شهدت الكثير من هذه الحوادث وكانت وما زالت واحدة من ساحات الحر ضد الهوية الجامعة واحدة من اهم الساحات يعني كثير من الساحات موجودة لكن واحدة من اهم الساحات التي حصلت فيها وما زالت تحصل فيها الحرب ضد الهوية الجامعة واقصد بالهوية الجامعة هوية العراقيين تغيير هوية العراقيين الديالة التي تبعد حوالي 54.55 كم عن بغداد والمقدادي التي تبعد عن مركز يعني محافظة الديالة بعقوبة تبعد حوالي 40 كم يعني تبعد حوالي 90 كم عن بغداد شهدت ضغوطات شديدة جدا جدا بهذا الاتجاه تغيير تركيبة السكانية تغيير الهوية هوية هذه المنطقة ايران تريد هذه المنطقة منطقة محروقة أو منطقة لصالحها منطقة تهيمن عليها ميليشياتها بدأت المعارك نشرت إلى عام 2003 منذ بداية احتلال العراق شهدت الدخول ما يعرف بميليشيات بدر هذه اسمح لي آسفة المقاطعة سنتحدث عن خصوصية ديالة لكن توقيت إعادة التفجير هل ثمت توقيت أم القضية كما ذكرت في سياق انفلات أمن يشهده العراق منذ 18 عام أم القضية هناك مغزى في التوقيت هناك خسارة مدوية للميليشيات انحسار وانزواء لهذه الميليشيات ربما هذا التفجير مقصود بفعل فاعل لإعادة التسويق مرة ثانية لذلك أنا تحدثت عن التاريخ نعم يعني إذا كنا نريد أن نفرق بين واضي وحاضر وأن الميليشيات خسرت في معركتها الانتخابية ومن فاز من خسر هي الميليشيات ومن فازت هي الميليشيات نعم حقيقة هذه يجب أن لا تضيح هذه الحقيقة عن بانة يعني البعض يصور وكأن الميليشيات قد خسرت الانتخابات وأن القوى التي ربحت الانتخابات هي قوى وطنية وقوى منزهة ليست ميليشية وقوى قادرة على البناء والإصلاح وليست ميليشياوية لذلك يجب الآن بدأت هذه المحاولات لا هذه صورة غير حقيقية وهذه صورة مضللة وخطيرة ومشوهة الحقيقة أن القوى التي فازت والتي خسرت هي ميليشياوية ربما تقدم هذه بمقاعد تتأخر هذه بمقاعد هذه الأقرب هذه الأبعاد هذه قضية أخرى بحسابات أخرى لكن الحقيقة واقع الحال أن كلها قوى ميليشياوية وهذه العمليات لذلك أنا جئت ذكر على ميليات هذه من عام 2003 لحد الآن وآخرها عام 2016 تشبه هذه الحالة بالضبط عام 2016 عندما فجرت بعض الدعاءات تفجير بعض المناطق ودخلت الميليشيات بقوة وحرقة كل المساجد في المقدادية ونقصد في المقدادية ما حدث في المقدادية اليوم في عام 2016 كان شبيه بالضبط حرقوا أيضا كثير من المساجد وجهوا مدافع الهاون هذه إلى البيوت ظرفوا قذائف الهاون على البيوت وهجروا الناس وبالتالي حرقوا بساتين وحرقوا حقول اليوم تجري نفس العملية قد يكون تعبير عنها أنه لإثبات قوتهم لكن في المحصلة النهائية هم يريدون هذه المنطقة يريدون هذه ربما يستغلون هذه يعني هذه الفترة فترة انتخابات وفوز ميليشيات وخسارة ميليشيات لتمرير هذا المخطط جزء من عنده من تمرير هذا المخطط لكنه مخطط ليس جديد يعني عندما تنظر إلى إحصائيات الذين هجروا من ديالة ديالة بغض النظر هذا ليس حديثا طائفيا يعني ما لا علاقة بالطائفية هذا توصيف لحالك ديالة محافظة سنية غالبية اللي فيها كانوا من العرب السنة وكانوا تعيشون مع الشيعة وسنة وكراد وكل يعيشون فيها لكن تغيير السكاني تغيير التركيبة السكانية من عام 2003 لحد الان 19 سنة من الضغوطات من الميليشيات من القتل من التهجير هذا كله وضعف الحكومات ضعف هذه دكتور سمعلي سنستفيد في هذه النقطة وهي جزء من محاور النقاش في حلقة الليلة نؤجلها قليلا ثم إن شاء الله نرجع لها دكتور قحطان الخفاجي أي خصوصية تحملها محافظة ديالة ما تجعلها أرض لكل هذه الهجمات سواء على خلفية طائفية أو سياسية واستعرض دكتور رافع جزء من تاريخ استهداف المحافظة والهجمات وتفجير المساجد ما الذي يجعلها في فوهة المدفع الميليشياوي دائما حياة كلا أخي العزيز وحياة القناة وضيوف الكرام والمشاهدين ديالة أضافة لما قال السادة العزيز السادة رافع ديالة عراق مصغر بل منطقة إقليمية مصغرة في ديالة فيها قرى داغستان والشيشان وفي ديالة الخلفيات الدينية بيأجمعها القومية بيأجمعها وبالتالي ديالة تشكيلة متكاملة متجانسة لحد قبل 2003 هذا الترتيب بالتأكيد على ما بده قد أغاضت أو أنها تحيل دون أجندات في المنطقة تحقق إلى حد معين الجندة الكردية لأسباب عرقية معروفة ولكن الأهم من هذا وذاك أجندة إيرانية فعلى ما يبدو أن إيران لها رؤية خاصة في ترتيبة ديمغرافية لمنطقة ديالة لأنها في حساباتها هي الطريق الذي يمر عبر طهران ديالة بغداد كربلا وطهران ديالة بغداد السعدية السيد محمد إلى بلد هذا الترتيب هذا الخطوط على ما يبدو حسب متابعتنا وكأنما هناك إرادة إلى أن تؤمن هذا الخط ليكون من مذهب واحد أو من طائفة واحدة أو معروفة بالتأكيد أجلة ترد أن تكون هي وهذا المسألة تتقاطع مع طبيعة المنطقة وطبيعة الأهالي وارتباط الإنسان في هذا الأرض بعيدا عن مسمى مذهبي الطائفي لذلك ديالة حظت باهتماما مميز من قبل إيران من قبل الجماعات التابعة لإيران إلى حزاب المذهبية إلى عدد ديمغرافية إلى المنطقة ولولا هناك ترتيبة معينة ما يسمى الكراج لهم رأي آخر في ديالة لكان ديالة لم تهدأ في بعدها الطائفي والمذهبي نهاية ولكن بعد ما شمل العراق الحس الطائفي والتخندقات المذهبية وداعش الكفر وسواه كل جعل ديالة تأخذ هذا الاتمام ديالة إلى حد معين استخرت إلى حد معين في حسابات إيران وجماعة إيران من القوى المؤيدة إلى إيران ولكن بعد انتفاض التشريين وبعض انثبت للعالم مدى هشاشة التفكير وعمالة الارتباطات للقوى المذهبية الطائفية السياسية في إيران هناك تململ وهناك إدراك وهناك استشعار وطني في كم استشعار الذي شمله إيران عراق عموما بعد ما حصل في هزيمة واضحة إلى الأحزاب الميليشياوية مرتبطة لإيران رأوا أن هذه المنطقة هي الأكثر مجالاً للتحرك لذلك لأسباب أن هناك هيمنة كبيرة للميليشيات في إيران في ديالة أنا أبن محافظة ديالة وأبن شرمان من حد الأصل فالأطلاف المؤيدة إلى إيران والحزاب السياسية المؤيدة إلى إيران وميليشياتها هي المتحكمة بالشأن السياسي في عموم ديالة لذلك ظنوا أن التحريك قد يفلح ولكن نحمد الله ونشكر أن ابن الناصر خرج ينادي لحق وبيد حق اندماء أبنائنا في ديالة ذلك أعتقد أن ردت سهامهم إلى نحرهم وهذا الذي حصل إذن ديالة أريد لها أن تتغير ديمغرافيا بما توافق إيران في المنطقة والحزاب المؤيدة لها ولكن الإرادة الشعبية إن شاء الله هي أقوى وثبت ذلك هي أقوى في مناطق مختلفة من العراق نعم أشكرك دكتور أيمن العاني مرحبا بك معنا إياك الله أخي الكريم وتحية للضيوف الكرام أهلا أهلا دكتور باعتباركم قسم لحقوق الإنسان معنيين بمتابعة الانتهاكات الإنسانية والحقوقية في العراق ما هي معلوماتكم عن الواقع الإنساني والحقوقي في محافرة ديالة في القرى التي كانت عرضة للهجمات سواء كانت الارهاب الارهابية التقليدية أو الارهاب الارهاب الدولة وهل هذه تحدث لأول مرة في المحافظة؟ أخي الكريم هذه الهجمات حقيقة التي تقع على محافظة ديالة كما ذكر ضيوف الكرام نتيجة الموقع الجورافي هي هجمات منظمة هجمات ممنهجة هجمات مستمرة يراد منها حقيقة إبعاد السكان عن مناطقهم ولسيما القرى التي تقع شمال محافظة ديالة أوضاع إنسانية يعني مؤلمة يعيشها السكان هناك تضييق واضح على سبل العيش اعتقالات عشوائية دائمية تحصل هنا وهناك في المناطق شمالي محافظة ديالة وعموم طبعا لكن نتحدث نحن هنا عن هذه المنطقة هذه اعتقالات عشوائية تحدث دائما اتهام مباشر للارهاب بالنسبة لسكانها تخيل أخي الكريم قرى كثيرة عشرات القرى لا يوجد فيها شبان ولا يوجد فيها رجال يعني أعمارهم تدراوح بين الثلاثين والخمسين سنة جميع الموجودين هم إما كبار السن وشيوخ وإما أطفال وفتيان لأنه هذه الملاحقات والتصفيات الجسدية أيضا يعاني منها أهالي تلك المناطق هذا الحقيقة يعني بالمجمل هو أدى إلى صورة مأساوية إنسانية بعلم الحكومة طبعا هذا يحدث كله الحكومة تغض النظر عنها وتتستر على هذه الجرائم وتقوم الميليشيات المسيطرة بشكل كامل على المحافظة تقوم بالاستفراج بالسكان الأصليين وجعلهم تحت تهديد المستمر وبالنتيجة يعني تخيل هناك قرى كثيرة أصبحت فارغة من سكانها منها قرية نهر الإمام اليوم لا يوجد أحد يعني من السكان داخل القرية لأنه ما جرى وما جرى سابقا على مر السنوات خلاسية مع السنوات من 2014 وحتى اليوم هناك استهداف مباشر لسكان هذه القرى وعشرات القرى أما بالنسبة للاستهداف السابق فهو طبعا كما ذكرت هو استهداف ممنهج استهداف مستمر حتى قبل الانتخابات أصبح يعني انتشرت الميليشيات في محافظة ديالة بشكل مرعب الحقيقة أدى إلى استنفار السكان هناك ومخاوف كثيرة أدت إلى ترك العديد من العائلات مناطقها بسبب هذه التحشد حكرا دكتور أشكرك نتحدث عن الأوضاع الإنسانية للفاررين للهاربين من هجمات الميليشيات في قرية نهر الإمام أو العامرية أو القرى التي كانت عرضها لهجمات الميليشيات بلباس وعجلات الدولة دكتور رافع الفلاحي استنادا إلى هذا الإيجاز التاريخي الذي استعرض الجزء من عنده في محافظة ديالة هل سيتكرر هذا النوع من الإرهاب الحكومي في المستقبل خاصة أن هناك صراعا الآن واحترابا بين القوى الميليشيوية الخاسرة في الانتخابات والرابحة في الانتخابات وبالتالي قد نرى تصعيدا في منطقة مثل ديالة لربما انعكاسا لهذا الصراع أو لمحاولة يعني إيجاد أوراق ضغط هنا وهناك أنت بالأول والأخير سيد ماجد عندما ترى موضوع أو تقرأ موضوع تبحث عن الأسباب المؤدية لهذه الحادثة أو تلك الحادثة ومن يقف وراءها وما هي الأهداف أنت نحن نتحدث عن أجندة إيرانية تريد أضعاف العراق ومثلما تحدث الضيوف الكرام وتحدثنا في البداية أنه ديالة على الحدود وهذه جزء من المناطق التي في الاستراتيجية الإيرانية واضح جدا جدا تريدها منطقة محكومة بمظلتها يعني طريق مؤمن لدخولها وخروجها بشكل واضح جدا ودخول أي شيء وخروج أي شيء بدون أي عائق لذلك ديالة هذه جزء من هذه حتى في الحرب العراقية الإيرانية كان الضغط على ديالة قوي جدا في بداية الحرب الحرب العراقية الإيرانية في عوام من الثمانين إلى الثمانية وثمانين كنا يعني هذه المنطقة الحدودية كانت قد تعرضت ربما من أول المناطق التي تعرضت لقصف شديد وعندما ترى أو تنظر إلى خارطة العراق تجد فيها تقعر قريب من ديالة ستجد أنه إيران قريبة من بغداد بسبب هذه المنطقة القريبة يعني نتحدث عن 54 كيلو متر عن بغداد ديالة وكل القرى هذه لا تبعد عن أكثر من 100 كيلو متر عن الحدود فهذه منطقة جدا قريبة الحدود العراقية الإيرانية نعم وهذه المنطقة تريدها إيران منطقة مسيطرة عليها فاز هذا الطرف من الميليشيات خسرة هذا الطرف من الميليشيات خسرت هذه القوى كلها مملوكة لأجندة إيرانية بالتالي إيران متغولة في العراق الأجندة لن تتغير هي المراد أن العراق ضعيف وإيران تتحكم به وهذه طرق مفتوحة لإيران فبالتالي أنت تسألني هل سيتكرر هذا الحال نعم سيتكرر كثيرا إن لم تظهر قوى عراقية وطنية تحكم العراق بمنهج وطني بإرادة وطنية بإطار وطني لن يتغير الحال ستستمر هذه الهجمات لكن دعني أقول لك أهل ديالة يعني نقف لهم احتراما لأن 11 سنة هم تحت الضغط تحت هذه يعني أهل العراق عموما لكن أهل ديالة بشكل خاص تحت الضغط الشديد إذا هذه النقطة طويلة نأجيلها بعد الفاصل لأن هناك فاصل إذن نستاذب من دكتور رافع ومن الضيوف الآخرين ومن المشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن الجرائم والإرهاب الجديد في محافظة ديالة بعد الفاصل نعود ابقوا معنا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في التداعيات للإرهاب والجرائم الجديدة في محافظة ديالة وفي قرى المقدادية تحديدا ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور قحطان الخفاجي ودكتور أيمن العاني دكتور قحطان الخفاجي هناك مقاربتان في تحليل الأحداث خلفيات الأحداث الإجرامية والإرهابية التي جرت في ديالة هناك مقاربة تقول أن ما جرى في ديالة هو الحقيقة عقوبة للسكان المدنيين الرافضين لهيمنة الميليشيات وأيضا لمقاطعتهم من الانتخابات الأخيرة وما جرى من خسارة مدوية لتحالف الميليشيات بالذات والمقاربة الثانية تقول أنها محاولة من الميليشيات الخاسرة والمهشمة الصورة بسبب ثورة تشرين وما جرى من قتل للمتظاهرين لعادة التقديم أو تسويق نفسها حامية للعراق وصمام أمان للعراق فأنت إلعي المقاربتين تمين ولماذا؟ أخي العزيز هذه المقاربات منطقية بشكل عام وذلك من حيث إذا ما أردنا أن نقرأ الموضوع من زاوية تقترب إلى المقاربة ولكن حتى نكون منطقيين علميين أن العقوبة بشكل عام غير منطقي باعتبار أن المنطقة لم تخرج ولم تعصي طبيعة وجود الميليشيات شيء ثاني المقاطعة للانتخابات لم تنحصر في ديالة حصرا لكي تتم معاقبة ديالة أتعك في هذه النقطة أن أصحاب المقاربة الأولى أن هذا ما جرى في القرية الأولى من هجمات داعش قرية الهواش على ما أعتقد أن هذا كان عقوبة لأن سكان هذه القرية الحقيقة محسوبين على تيار سياسي آخر وصوتوا لهذا التيار ولم يصوتوا للميليشيات فكان هناك نوع من التخاذل غض الطرف عن العناصر الإرهابية إفساح المجال لهم للهجوم عليهم جزء من الثأر والانتقام هكذا يقولون أصحاب هذه المقاربة قد يقولون حقيقة الأمر هذا كان يفترض أن يحسن من الجهة التي تقوم بالتحقيق لأن الموضوع يحتمل كل الصور أنه مدبر، أنه شخصي، أنه متابع لقضايا الشخصية، أنه ابتزاز أنه كما قالوا نوع من العقوبة نهم ولكن طبعا بالتأكيد الموضوع الآخر الإمام هو رتفعل مدروس واضح مبين الغاية ما التواضحة يترى طائفية أنا أذهب مع فكرة أن أنطلق من طبيعة التصريحات الرسمية للميليشيات بعد الانتخابات هم أشاروا إلى أن هناك إجراءات ضد العملية الانتخابية أو ضد الفرز أو ضد المفوضية إذا لم تثمر هددوا وأشاروا إلى أن هناك آراء وهناك أعمال عسكرية قد تنفلت فيها الأمور الأمنية إذن ما أخذنا هذا الموضوع بالذات لأن الأخ طرح هكذا موضوع لا علاقة له بالانتخابات سيما وأن غالبية المقاطعة للانتخابات هم الذين يتوافقون مذهبيا مع هذه الفصائد محطقة الجنوبية في الغالبية قاطع حال بقيته محطقة الأخفرة إذن في رأي شخصية هم أرادوا أن يثيروا الحالة لأن الوضع الأمني والوضع المذهبي والطائفي ومحتق إلى حل عين في ديالب هنا أسباب أن هناك تيجيرات وإساءات للديمغرافية هناك هيمنة وفتش من قوة الأحزاب والقوة العسكرية البليشيوية في المنطقة هناك نوع من الضيم فأتوقعوا أن عملية الرد الفعل سيكون بهذا الاتجاه اتجاه التصعيد لذلك تبعوا ضربة منطقة الرشاد لمحشوبة على خوالي اتماعي مهم ضربوا مباشرة بسيارات رسمية وسلاح رسمي منطقة النهر الإمام لمحشوبة على الجهة الأخرى ظننا أن هناك ردود الفعل تأخذ مدى طائفي مذهبي ولكن فضل الله علينا أن الناس آثرت للتهجير والأذية الذاتية على القتل والاقتال المذهبي إذن في رأي الشخصي هي عملية أوراق ضغطة وإذكار على أن المذهبية والطائفية هم الذين يلجمونها وبالتالي إذا ما أبعدوا عملية سياسية قد تعيد الطائفية إلى مجالها سيومه أنها ربطوا وجودهم بإنهاء داعش كأنما هم الذين القوة الوحيدة التي قتلت داعش هذا التوظيفات أتوقع إيه الأقرب للصورة والله أعلم نعم دكتور أيمال عاني لعلكم تتابعون الأوضاع الإنسانية وأيضا ربما كان لديكم جهود إغاثية للسكان الفارين من قرية نهر الإمام على خلفية هجوم الميليشيات هل لك أن تصف لنا الآن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها هؤلاء السكان يعيشون أين في مخيمات يعيشون في مؤسسات حكومية مدارس وغيرها كيف هي أوضاحهم هل هناك جهود إغاثية منكم أو من غيركم أخي الكريم أحوال العائلات التي خرجت هي تقريبا يعني أكثر من خمسمائة عائلة نعم خرجت من هذه المناطق هذه العائلات خرجت طبعا في ظروف معروفة منعت من أخذ أي شيء معها منهم من خرج مع العربات العسكرية الحكومية ومنهم من خرج سيرا على الأقدام هربا من بطش الميليشيات فلك أن تتصور أخي الكريم كيف وصلوا هؤلاء إلى أماكن أكثر أمنا من التي كانوا فيها في مناطق القاطون والمناطق الأخرى من المقدادية أحوالهم المعيشية الحقيقة لا يملكون شيئا أحوالهم الاقتصادية مؤلمة جدا يحتاجون كل شيء هم الآن حتى في هذه الأوقات نحن على مشارك فصل الشتاء وأنت تعلم والمشاهدون أنه هذا الأمر يعني يتطلب الكثير الكثير من هذه الأمواد الإغاثة هم سكنوا في المساجد المنتشرة في المناطق التي جاءوا إليها وسكنوا أيضا في بعض المنازل السكان المحليين ما نؤشره هنا هو عدم تقديم السلطات الحكومية لهم أي نوع من أنواع المساعدة وأي نوع من أنواع الدعم وهذا الأمر طبعا يعني متوقع لأنه هذا الملف ملف النازحين تتعامل فيه الحكومة تعامل معروف منذ أزمات النزوح الكبرى وحتى اليوم الأوضاع الإنسانية يعني متردية جدا أغلبهم يعني كبار سن ونساء وأطفال أغلبهم أصابهم الشتات أغلبهم لا يملكون المال للعيش أغلبهم فقدوا يعني أفراد عائلاتهم لأنه ما حصل تعلم يعني جزء منهم هرب هروبا من المنطقة والآخر يعني كانت الظروف الحقيقة ارتباك شديد والمؤلم كثيرا كما ذكرت هو عدم تقديم الحكومة لهم أي معونات وعدم الالتفاة لهم بل المشهد المؤلم يعني هو عندما كانت جثامين الشهداء في مستشفى المحمودية وأقاربهم لا يستطيعون الخروج بهذه الجثامين لأن الميليشيات تنتظرهم على الباب لتنفيذ إعدامات جديدة بحق أقارب هؤلاء وكأن يعني لم تكتفي دكتور ما الذي أوصل هذه الجثامين إلى مستشفى المحمودية في جنوب بغداد طبعا السيارات العسكرية الحكومية هي التي جلبت هذه الجثامين بالإضافة إلى سيارات يعني قليل جدا سيارات شخصية كانت من يعني معارف هؤلاء أو من سكان مناطق قريبة هذه يعني هو المشكلة هذه يعني تتخيل الصورة أنه صاحب المصيبة لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن حتى ينقض جثمان قريبة لأنه الأمر متعلق كان في سابق دكتور في سابق الأيام أيام الطائفية كان يعني ذو الجثث يدفعون مبالغ مالية كبيرة حتى يستخرجوها من دائرة الطب العدلي أشكرك في بغداد نعم أشكرك دكتور يعني ما جرى في ديالة هناك من اعتبر أنه يأتي في سياق مخطط التهجير الديمغرافي وتغيير الهوية السكانية وأنت أشرط العراق منذ عام 2003 إلى اليوم لم تتوقف فيه العمليات الإرهابية الإرهاب التقليدي أو الإرهاب الحكومي فلماذا هذه العملية تحمل هذا يعني هذا التحميل أنها عملية تأتي استكمالاً للتهجير الطائفي والعرقي وكأنها حملت أكثر مما تحتمل حادث إرهابي استغل من قبل يعني ميليشيات لا حال يعني هذه أكثر من مرة لذلك أنا ذكرت من عام 2003 لحد الآن بسبب أو بغير سبب بتبرير بغطاء أو بغير غطاء بمظلة أو بغير ومظلة يقولون إرهاب أو غير يعني يعني تجري عمليات تفجيرات أو كذا ويتخذونها سبباً للاعتداء على الناس اعتداء على الآمنين وتهجيرهم أو بدون سبب هذه هذه العملية مستمرة من عام 2003 لحد الآن ذلك أنا كنت تتحدث أقول أنه أهل ديالة يعني يجب أن يقف لهم الإنسان احتراماً وتقديراً لأنه 11 سنة هذه القوة هذا الجبروت من الميليشيات وإيران وراءهم دولة كبيرة والاحتلال وكل هذا الضرب وكل هذا الضيم وكل هذا الأذى وما زالت هذه المناطق تقاوم تقاوم حرق هويتها هويتها الموحدة حرق الراية الواحدة للعراقيين هذا واقع الحال الآن نسمع حديث وجزء من الإجابة لحضرتك لماذا نعتبرها لأنه الآن تسمع حديث يتحدثون عن سقاط تجربة جرف الصخر على هذه المناطق يقولون الآن علينا أن نجرف هذه المناطق ونسقط تجربة جرف الصخر على مناطق المقدادية لكي جرف الصخر يعني تجربة أليمة ومذلة ومعيبة في العراق إيران تسيطر على منطقة معينة وفيها ميليشيات وفيها قوة لا أحد يدخل يريدون أيضا إسقاط هذه التجربة ربما سيوسعونها الآن يتحدثون عن المقدادية غدا سيتحدثون عن الطارمية كثير وربما تحدثوا عن الطارمية وغيرها وغيرها من مناطق حزام بغداد لكي يسقطوا عليها تجربة جرف الصخر تجربة جرف الصخر لمن لا يعلم هي أفراغ المنطقة من سكانها قتلهم أو تهجيرهم وأخذها عنوة وتحويلها إلى يعني تحويل أويتها وشكلها وطبيعتها إلى طبيعة أخرى هذا ما يحدث البعض يتحدث باسم العشائر والعشائر براء منها يعني لا أعتقد أنه عشائر العراق كانت دائما هي عشائر العراق هي يعني سبب من أسباب متانة لحمة العراقين متانة النسيج الاجتماعي في العراق لكن أنت تحدث البعض باسم العشائر أنه لكي ننتهي من هذه القضية علينا أن نجرف بساتين ومزارع المقدادية أنت تجرف المناطق والمزارع والبساتين هذه المنطقة يعني أهلها ناس من الفلح يعني يعملون بالفلاحة والزراعة إذا ما جرفت هذه المزارع إذا ما جرفت هذه البساتين وقطعت النخيل وقطعت أشجار البرتقال وغيرها وهذه وقلت لهم عودوا إلى بيوتكم ما اتداعي إلى أن يعودوا إلى بيوتهم يعني ما الذي سيعمله سيقتلهم الجوع سيقتلهم القار والأذى هذا ما يحدث الآن هكذا دعوات سقاط هذه المنطقة وبالتالي هذه المنطقة لذلك نقول أن هذه قضية قضية ممنهجة قضية لها تخطيط سابق لديها أجندة تمضي بخطوات مستمرة لكن مع ذلك أهل ديالة أهل كل هذه المناطق الأصفر المؤذي الميليشياوي بقوة ساطع السنة من هذا يعني الإهمال العالمي والإقليمي والدولي والعربي لكل هذه المناطق في العراق لإشاعة الطائفية بهذا الشكل وما زالت المناطق تقاوم هذه يعني واحد يقف لها احتراما قدموا الكثير من الشهداء قدموا كثير من الممتلكات الآن ممتلكاته عندما يتحدث الدكتور أيمن الآن عن خمسة آلاف عائلة هكذا يقول يعني أنت إذا خمسمائة عائلة أنت إذا بأقل عدد تقول العائلة خمس يعني خمس أشخاص أفراد أنت تتحدث عن خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألف نسمة الآن هجروا من قرى صغيرة التهجير ماضي من آمل في أنه ثلاثة لحد الآن لاحظوا العدد الذي الذي هجر من المناطق المناطق التي التي سيطرت عليها الميليشيات وأخذتها بالعنوة والقتل والذبح هذه كارثة كبيرة الآن تحتاج إلى وقفة إقليمية وقفة دولية وقفة عالمية وقفة إسلامية وهذه نقطة مهمة دكتور أشكرك نعم توصلتنا إلىها وريد نحيلها إلى ضيفنا دكتور أيمن العاني حتى نختم مع دكتور قحطان الخفاجي دكتور أيمن بسفتكم جهة حقوقية قسم حقوق الإنسان في عائلة علماء المسلمين معنية بحقوق الإنسان في العراق وتوثيق وتسجيل الانتهاكات التي تجري في العراق هل تواصلتم مع الجهات الحقوقية الدولية لوضعهم في حقيقة أو صورة ما يجري في ديالة عموما وفي المقدادية خصوصا بعد الأحداث الإرهابية والإجرامية التي جرت في المحافظة أخي الكريم يعني لا رأي بأنه هناك جهد كبير في هذا الموضوع فاتحنا اللجنة المعنية المبعوثة الأممية المعنية بقضايا الإعدام خارج القانون والإعدام خارج القضاء وكذلك فاتحنا المبعوث الأممي المختص في ملف النازحين وطبعا بالمجمل هناك أيضا لا تزال جهود باتجاه طبعا وحتى شاركنا هذه المنظمات عن وجهة نظر الهيئة فيما يجري وجرى ونقل الحقائق وضرورة اتخاذ المعلومة من مصادر متعددة وعدم الاكتفاء بمصدر واحد وهو المصدر الرسمي أو المصدر الحكومي طبعا هذه الإجراءات سارية ولا تزال ولدينا اتصالات بهذا المجال ونحن بصدد جمع أكبر عدد من الشهادات وإعداد تقرير فيها ورسائل إلى الجهات مختلفة منها الوامن المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيها وحتى جامعة الدول العربية ومجلس الأوروبي لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية بهذا الموضوع فضلا عن المنظمات التي تتعاون معنا والمنظمات الدولية التي المتعاملة معنا سابقا في ملفات كثيرة وهذا الجهد طبعا هو جزء من جهد أكبر الحقيقة لا ضير يعني لا شك أن هناك إحباطا لدى الناس من أداء الأمم المتحدة تجاه ملف العراق الحقوقي لا شك أن هناك يعني مثل ما يقول تخييب للآمال بهذا الموضوع لكن أخي الكريم التوثيق أمر ضروري بل هو أول يعني حقوق الضحايا هو مسألة التوثيق ووضع الأمور في ملفات موثقة بشكل مهني مقروء معتمد لدى الدوائر الأممية ستتغير الأمور يعني حتى نحن نشعر أنه الأمور تغيرت في الآونة الأخيرة لا سيما بعد تتجدد التظاهرات في 2019 هناك استجابة أكثر بكثير مما كانت عليه قبل هذه التظاهرات نعم سيدي حيا شكرا 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 دكتور دكتور قحطان الخفاجي يعني بعد إحداث ديالة وتصاعد الخطاب الطائف التحريضي ضد السكان تجريف السكان البساتين إعادة نموذج جرف الصخر وغيرها من المناطق تشكل إجماع وطني أنه هذه محاولة من الإجماع طبعا وطني ومن القوى الشعبية والوطنية والناشطين أنه هذه محاولة واضحة من الميليشيات لإنعاش أو إحياء الطائفية مرة أخرى لإنقاذ يكون رافعة ومقذ الميليشيات تعتقد أن هناك فرصة الآن لإحياء الطائفية والاتكاء عليها كما كان الحال سابقا في السنين الأولى للاحتلال لا أعتقد بالمرة لأن العراق ثبت أنه تجاوز هذه الآلية وتجاوز التخندقات الطائفية وكلنا يعلم أن إيران التي هي أساس الطائفية في العراق وأساس تخندقات الطائفية دكتور ما هي ملامح أو إمارات أو علامات هذا الإثبات الوطن العراقي في أنه تخطى الطائفية وجعلها خلف ظهره هو الذي أنا سأتيك به أقول إيران التي بنت كل أمالها على مناطق بعينها على أنها هي الحديقة الخيفية لإيران وهي المجال الذي تتنفس فيه وأعني هنا طبعا محظة نجاف كربلا الجنوب النصرية هذه المناطق من فضل الله وعي العراقي هناك حرقوا رموز لإيران وحرقوا دلالات الوجود الإيراني في تلك المنطقة واحد اثنيا حجم الاندفاع الشعبي العام لهذه المناطق الذي في الانتخابات الأخيرة وامتناعهم عن المشاركة وعلى انتجيد هذه القوة الشيء الآخر نحن كمحة تابعين لو تبعنا أنه حجم التظاهرات التي ظهرت أمام منطقة الغبراء هو عبارة عن الشخص هم مقاتلين لديهم وهم بعض الأشخاص الذين اشتروا بذمن بمبالغ مالية هذه الحجم الضئيل لهم ودلل على أن التأييد العام الشعبين تراجعا كبيرا وعليه أنا متفائل جدا بحجم وعج شعب عراقي ومعاناة ودليل أيضا أخي العزيز أن ديالة التي هي محل وضع خير طبيعي وانكوت كثيرا كما بقي مناطق من نار ووجع الطائفية المذهبية لن تنحدر إلى ما تم تخطيطه أو ما تمنى الذين عملوا من جريمة في نهر الإمام إذن كلها تللل على أن وعي العراقي بفضل الله هو الذي يحول دون أن تذكى الطائفية مرة ثانية بعراق وهذا فضل كبير ونصر كبير من الله عز وجل للشعب العراقي أشكرك دكتور رافع الفلاحي إذا كان عملية إنعاش أو إحياء الطائفية وتفجير الوضع طائفيا محكوم مصيره بالفشل بعد هذه التجربة وبعد ملامح كثيرة من الوعي الوطني كما تفضل الدكتور قحطان الخفاجي إذن الميليشيات لماذا تراهن هذا الرهان الخاسر على إحياء الطائفية الطائفية أستاذ ماجد تستند إلى إطار عام ثابت الآن ما زال موجود وهو العملية السياسية العملية السياسية قامت على المحاصصات الطائفية والإثنية قومية يعني الآن المحاصصات وهم سيذهبون الآن حتى بعد هذه ما يسمونه انتخابات وانتصار المعرف منه سيذهبون إلى حكومات توافقية سنة هلقد وشيعة هلقد وكراد هلقد وبالتالي هذه قائم هذا الإطار قائم إسناد هذا الإطار لا يتكي هذا الإطار إلا على الطائفية تمام هذا في لناحية الإطار السياسي أتكلم شعبيا مجتمعيا رهان خاسر على تفجير المجتمع الطائفيا مرة ثانية الحقيقة هم يعتقدون وهذا لقلة عقلهم أنه سوق الطائفية سوق الترويج لها سوق الفتاوى الطائفية سوق الدفع باتجاه هذا ما زال رائجا ليس لديهم سوء الطائفية التكون على ماذا يتكون لا يمكن أن يتكي على إنجاز على الأرض قد أنجزوه ويتكي عليه ليقولوا نحن أنجزنا كذا وكذا طوال هذه السنوات كانت هذه الميليشيات وهذه القوى تتكي على أنها حاربة الإرهاب وهي أشد إرهابا من الإرهاب يعني ما فعله الإرهاب ما فعلته داعش تفعلته الميليشيات بنفس الصورة بنفس الخلق بنفس التهجير والقتل والذبح فبالتالي الإرهاب ممنهج إرهاب حكومي وإرهاب ميليشيات وإرهاب خارجي وإرهاب داعش كل هذا موجود في بودقة واحدة لكن كل هذا يعود إلى أنه لأنه الإطار السياسي في العراق إطار خرب إطار مدمر إطار يشجع على هذا لو لا ضعف العراق لو لا ارتباط الضعف بوجود عملية سياسية بوجود قوى سياسية تحكم العراق ضعيفة ومن قادة إلى الخارج لما وصل العراق إلى هذا الحال ولما شهدنا ما يحصل في المقدادية وديالة وغيرها من المناطق لكنا في إطار وطني رصين يشجع على اللحمة الاجتماعية القوى الوطنية قبل 2003 هذا ليس متحن بأي نظام نعم قبل 2003 لم نعرف هذه الطائفية لم نعرفها بهذا الشكل المقيت كان الشيعي والسني والكردي والعربي يعيشون معا ويتزاوجون ويتصاهرون ويقفون مع بعضهم في الأفراح والأحزان هذه غير موجودة بعد 2003 لم يتكوا إلا على الطائفية وما زال الاتكاء على الطائفية هو الأساس في كل عملهم لكنه غير مجدي الآن مجدي أم لا مشروع خاص من الذي يتكون عليه أكثر من هذا كان له سوق ربما في البدايات الأولى في السنة الأولى هم ليس لديهم إلا هذا هم ليس لديهم لا فكرهم ولا وضعهم يتكى إلا على هذه القضية وهذه القضية يعتقدونها سورة وإيران تدفع بهذا الاتجاه إيران التي تحكم هذه القوى تدفع بهذا الاتجاه أن هذا الاتجاه الوحيد الذي يدغدغ عواطف البعض ويدفعهم بهذا الاتجاه لا يريدون لكن ثورة تشرين أسقطت كل هذا الحقيقة هذا الشباب الصغير الذي خرج ومن حاضنتهم الذين يعتقدون أن حاضنتهم أسقط هذا وكان عابر للطائفية عابر لكل هذا الفكر ويطالب بوطنهم لم يفهموا هذه المعادلة لم يفهموا لحد الآن أنهم ذاهبون إلى السقوط هذه العملية السياسية ستسقط مهما حاولوا مهما يعني هذه الانتخابات التي جرت هذه ما يسموها الانتخابات المبكرة ميليشيا وغير مبكرة يعني الفازة والذين خسروا من الميليشيات يعتقدون أن إمكانية بقاء العملية السياسية قائمة ليست قائمة المواجهة مع الشعب قادمة قادمة يعني هذه الموجات الكبيرة من الشعب ستهدم كل أسوارهم ستنهي كل هذا الموضوع الطائفية ما زالت تحت كما يقال تحت الرماد موجودة الآن لا يمكن إنكارها لا يمكن إنكار الطائفية موجودة نعم قد تجاوزنا مراحل منها لكن موجودة وقد تجاوزنا مراحل منها ربما بالقتل بالتهجير بالسبي بالخراب لكن كفكر وكاتجاهات وكدفع باتجاهها موجودة وقوة تحميها وفكر يحميها موجودة إذن تحتاج إلى ثورة تحتاج إلى قوة تدفعها إلى المزبلة إلى الحريق وتنتهي منها هذه غير موجودة لحد الآن لكن هي في قادم الأيام ستتوفر القوى التي تدفع بهذا الاتجاه شكرا لضيوفنا في حلقة الليلة من طاولة حوار والتي بحثت فيها تداعيات للجرائم والعمليات الأرهابية في محافرة ديالة وتحديدا فيها المقدادية لم يتبقى لنا فيها إلا أن نشكر ضيوفها وكل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي هنا في الستوديو ونشكر أيضا ضيفنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور قحطان الخفاجي كان معنا عبر سكايب ونشكر أيضا مسؤول قسم حقوق الإنسان فيية علماء المسلمين في العراق كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردينية عمان الدكتور أيمن العاني كما أشكركم مشاهد الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة